مرحبا بكم في قناة تحفة يوب تتولى ردود الفعل حاليا بعد استدعاء أويحيا لمحكمة سيدي محمد ذلك بعد المطالب الشعبية الضخمة للتحقيق معه ومحاسبته وكتب الإعلاميان الدراجي وقالد بن عمار حول هذا الموضوع البداية مع قالد بن عمار الذي كتب وذكر الجزائريين برد أويحيا على أحد الصحفيين حين قال بتعجرف زائد عن ترشح بوتفليقة الشعب يعرف رئيسه جيدا وسينتخبه دون حملة أو برنامج وكذلك الخطاب المشهور الجزائر مثل سوريا أين أكد قالد بن عمار بأن غطر ستأويحيا هي التي انكسرت رمزيا بعد استدعائه للمحاكمة في قضايا فساد وأضاف أنه ساعد بذلك وينتظر ويتمنى شفافية العدالة هناك أيضا الإعلام حفظ دراجي الذي طلب بمحاسبة كل المفسدين وأن لا تستغل هذه القضية في تشتيت الأنظار حول رحيلهم جميعا وتغيير الكل للنظام أما الشعب فحضر اليوم أمام المحكمة بقوة محملين بالعدد من علب اليهور في خرجة طرفة جدا للرد على أويحيا لا تنسى الضغط على زر الإعجاب إذا كنت مع رحيلهم جميعا ومحاسبة كل ما تثبت إدانته كما لا تنسوا مشاركتنا بأرائكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وشكرا جزيلا